السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري والديبلوم أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبعا احنا متعودين كل حصة ان احنا نعمل الاول مراجع على الجزء اللي فات وبعد كده نكمل درس النهاردة ان شاء الله حصة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الاجر في قانون العمل وضحنا يعني ايه كلمة اجر في قانون العمل قلنا الاجر كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل العمل ايا كان اسمه يعني ايا كان اسمه يعني ممكن يبقى اجر ممكن يبقى مرتب ممكن يبقى مهية حسب ما يسمى في العقد وطبعا من حق العامل اثبات كل ما جاء بالعقد باي وسيلة قانونية يقدر بها يثبت حقه في الاجر وانا كمان ان الاجر كما وضحته المادة الاولى في قانون وقم 12 لسنة 2003 او قانون العمل ان الاجر كل ما يحصل عليه العامل سواء كان ايه نقدي او عيني ثابت او متغير تاني الاجر كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي او عيني ثابت او متغير طبعا ده كان مفهوم الاجر اللي احنا وضحناه الحصة اللي فاته وتكلمنا على الاشياء التي اعتبرها القانون من ضمن الاجر يعني في بعض الاشياء اللي القانون احتسبها واعتبرها ان دي تدخل من ضمن الاجر زي ايه زي العلاوة الحوافز النسبة المقوية العمولة البدل الوهبة وقلنا فيه المهمين جدا قلنا لازم نبعارفين يعني ايه البدل ويعني ايه كلمة الوهبة قلنا البدل كل ما يعطى للعامل مقابل طبيعة عمله او مخاطر العمل برضو يعني ايه يعني انا شغلي بيتطلب طبيعة معينة او فيه درجة من الخطورة باخد حاجة اسمها بدل البدل ده بتبقى بصورة نقدية يعني مثلا طبيعة شغلي بتتطلب ان انا اسافر كتير فباخد حاجة اسمها بدل صفر طبيعة شغلي فيها مخاطرة عالية فباخد بدل مخاطر عمل طبيعة شغلي بتخليني اصهر فبيدوني بدل البدل ده اللي انا باخده اي مبلغ نقدي بحصل عليه نتيجة طبيعة العمل بتاعتي او مخاطر العمل اما الوهبة كل ما جرت عليه العادة برضو يعني ايه كل ما جرت عليه العادة يعني الحاجة اللي احنا تعودنا عليها وصاحب العمل بيحسبها من ضمن الاجر طب احنا مين انا وانت تعودنا عليها بمعنى ايه زي مثلا لو انا اه دروحت اشتغل في منشأة سياحية صاحب العمل يقول لي انت مثلا هتاخد اجر الفين جنيه بس ممكن يجي لك تلات تلاف طب الفرق ده من ايه ايوا بالضبط من التبس او من البقشيش او البقشيش او التبس ده طبعا ليه قواعد قانونية يبقى التبس او البقشيش ده هو الوهبة وبتحسب من ضمن اجر العامل وزي ما قلنا لو اجا قال لنا اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يحصل عليها العامل من ضمن الاجر طبعا هنا بقول له الموقف قانوني لان الوهبة من الاشياء التي اعتبرها القانون اجر خدنا بعد كده ازاي نحمي اجر العامل اللي قلنا عليها وسائل حماية الاجر هنفكر بعض بيها كده لانها مهمة جدا وبيجي منها نقط كتير في الامتحان قلنا اول حاجة يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الاجر الشهري الى فئة الاجر اليومي يعني ايه وفي اجر يومي اه طبعا عندنا اجر يومي اجر بالانتاج اجر بالساعة كل ده نوع من انواع الاجر العامل بيحصل عليه لكن ممنوع على صاحب العمل ان ينقل العامل من اجر الشهري لاجر اليومي الا في حالة واحدة بس ايه هي ان العامل هو اللي يطلب ده يطلبه ايه كمان كتابة يعني يقدم مذكرة لصاحب العمل ويقول له لو سمحت انا عايزة تنقل من فئة الاجر الشهري الى فئة الاجر اليومي في الحالة دي بس صاحب العمل بينقله اما ان صاحب العمل ينقل العامل من اجر شهري لاجر يومي طبعا الكلام ده كله غير قانوني والقانون يحظر على صاحب العمل ان هو ينقل العامل من الاجر الشهري للاجر اليومي قلنا كمان نقطتين مهمين جدا ازا ذهب العامل الى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله يعني انا رحت الشغل بتاعي وماقدرتش اشتغل طب ليه ماقدرتش اشتغل لسبب راجع لصاحب العمل يعني الشيء اللي منعني عن تأدية شغلي السبب في مين صاحب العمل القانون هنا قال ايه يستحق العامل الاجر كامل ليه الاجر كامل لان السبب اللي منعني عن الشغل راجع لصاحب العمل اما ازا كان سبب قهري يعني ايه قهري خارج عن ارادة صاحب العمل في الحالة دي القانون قال ايه يستحق العامل نصو الاجر يبقى نوضح الفرق ما بين الاتنين لو كان السبب في منعي عن الشغل صاحب العمل هنا استحق الاجر كامل اما اذا كان السبب قهري استحق هنا نصو الاجر طيب عايزينا بامثلة عشان نفهمها لو انا قلتلك مثلا زهب عامل الى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله بسبب انقطاع الطيار القهربائي هل انقطاع الطيار القهربائي ده سبب قهري ولا مستطاع قهري طبا عن سبب قهري وخارج عن ارادة صاحب العمل في الحالة دي العامل يستحق نصو الاجر لان هنا السبب قهري اما لو انا قلتلك ذهب عامل الى محل عمله ووجد المنشأة مغلقة لوفاة نجل صاحب العمل انا روحت الشغل اتلاقيت المنشأة اللي انا شغال فيها مغلقة طب مغلقة ايه اصلي ابن صاحب العمل توفى في الحالة دي هنا القانون قال ايه قال يستحق العامل الاجر كامل ليه لان السبب هنا راجع لمين تمام راجع لصاحب العمل طبعا الوسائل دي بنعملها عشان نحمي اجر العامل قلنا كمان لو العامل اخد قرد من صاحب العمل هو الاول ينفع العامل ياخد قرد او سلفة او الاجر بتاعه مقدم من صاحب العمل القانون قلقه بس ممكن صاحب العمل يرفض لكن احنا بنتكلم لو وافق صاحب العمل طريقة السداد هتكون ازاي قبل طريقة السداد القانون قال ايه قال لازم القرد يكون قردة حسن يعني يا حسن اي بدون فوائد يعني لو انا اخدت الف جنيه من صاحب العمل سواء كانت بقى الالف جنيه دي سلفة او اجر مقدم هنا القانون قال ايه ما يحتسبش عليها اي فايدة طب هسددها ازاي هل هسددها من جزء اللي صاحب العمل هيقول له عليه او انا على حسب مقدرتي طبعا لا القانون حدد قال ايه لا يجوز خصم اكثر من عشرة في المية من اين من اجر العامل وفقا للقرد يعني ايه يعني لو انا خدت قرد من صاحب العمل ما يقدرش يخصم مني اكتر من عشرة في المية من الاجر بتاعي طبعا دي الوسائل اللي احنا خدناها لحماية الاجر طيب احنا قلنا قبل كده ان الامتحان عشان تبقى فاهم الامتحان بيجي لك مقسم الى ثلاث اجزاء ايه هم التلاث اجزاء دول بيجي لك يقول لك اولا قانون العمل او قانون وقم 12 لسنة 2003 ثانيا قانون الخدمة المدنية او قانون وقم 81 لسنة 2016 ثالثا قانون التأمينات يعني كل جزء من القانون اللي انا قلت عليها بيجي عليها جزء في الامتحان يعني الامتحان مقسم الى سلاس اجزاء اللي احنا بندرسه دلوقتي الجزء الاول اللي هو قانون العمل طيب درس النهاردة ايه قبل ما نبدأ في درس النهاردة زي ما تعودنا في كل حلقة بنحط سؤال للجزء اللي فات والطلبة بيتجاوب علينا في التعليقات نبص كده مع بعض على السؤال بتاعنا النهاردة سؤال بيقول ذهب احد العمال الى عمله ولم يستطع مزاولة عمله لانقطاع الطيار القهربائي بسبب عدم سداد الفواتير القهربائية تاني السؤال ذهب عمل ذهب احد العمال الى عمله ولم يستطع مزاولة عمله لانقطاع الطيار القهربائي بسبب عدم سداد الفواتير القهربائية خلي بالك احنا قلنا ايه قلنا عندنا سببين انا طبعا مش هجاوب استوال لكن اوضح لك النقطة عندنا سببين لو السبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل الاجر كامل اما لو سبب قهري يستحق العامل ايه نصف الاجر بس خلي بالك ممكن يكون السبب ده قهري بس بإرادة صاحب العمل طب ازاي يعني مثلا لو انا ما دفعتش الضرائب بتاعة المنشأة ايه اللي هيحصل هيتم غلق المنشأة هل هنا السبب ده راجع لصاحب العمل ولا سبب قهري خلي بالك من النقطة يبقى انت هتشوف السؤال وتجاود عليه نتكلم بقى النهاردة ان شاء الله على درسنا احنا نتكلم النهاردة على درس مهم جدا 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 اسمه الاجازات في قانون العمل يعني ايه الاجازات الاجازة اللي بيحصل عليها بيحصل عليها مين العامل الخاضع لقانون العمل يعني وانت بتتفرج على الاجازات دي الاجازات دي مش بتخص الموظف مش بتخص الطالب اما اللي بتخص مين بتخص العاملين الخاضعين لقانون العمل ليه جايز يكون اسم الاجازة واحد لكن مختلف يعني ممكن يكون مختلف بالنسبة للمطبع عليهم قانون العمل وممكن يكون كمان عدد ايام الاجازة دي مختلفة بالنسبة لقانون الخدمة المدنية يعني هدي مثال بسيط كده عندنا حاجة اسمها الأجازة العرضة الأجازة العرضة دي في قانون العمل لها عدد أيام معين في قانون الخدمة المدنية اللي هو للموظف لها عدد أيام معين فعشان انت ما تطلق بطش احنا دلوقتي هنتكلم عن أنه الأجازات التي تخص العامل أو العاملة الخاضعين لقانون العمل طبعا قبل تشويع قانون العمل كان صاحب العمل بيعمل ايه كان بيشغل العامل السبع أيام في الأسبوع وكان لما العامل يطلب أجازة سواء كان تعبان أو أجازة لأي كان السبب طبعا كان ممكن صاحب العمل يوافق أو يرفض وكان العامل بيشتغل تحت رحمة صاحب العمل لكن لما تم تشريع التشريعات بتاعة قانون العمل وضح وقال العامل للحق في مجموعة من الأجازات وغالبا الأجازات دي أو نسبة كبيرة منها مجفوع الأجر عشان لما أقول لك أجازة مدفوعة الأجر تفهم يعني أجازة مدفوعة مدفوعة الأجر يعني العامل هياخدها أجازة وياخد عليها كمان الأجر تاني لما نقول الأجازة دي بأجر كامل أو مدفوعة الأجر يبقى العامل هياخد اليوم ده أجازة وياخد عليه الأجر اللي مش فاهم أنا بقول إيه هجيب لك مثال بسيط كده عشان نفهم بصفة عامة يعني أجازة مدفوعة الأجر لو انا شغال في مكان وبقبض تلات تلاف جنيه في الشهر يبقى لو انا قلت لك اليوم يوقف بكام على طول هتقول لي التلات تلاف على التلاتين يوم يبقى اليوم بمية هقول لك تمام انت قسمت على تلاتين يوم طيب هو مش الشهر برضو في ايام جمع او عطلات اسبوعية انت حسبتها ليه اهي دي بقى الاجازة لمدفوعة الاجر ان انا باخدها اجازة لكن باخد عليها الاجر كامل طبعا مش كل الاجازات مدفوعة الاجر احنا عندنا اجازات باجر كامل واجازات بدون اجر طبعا كل التفاصيل دي هنعرفها في الحلقة باذن الله يبقى احنا الوقت بنتكلم عشانه انت حضر الوايا والقلم بتوعك احنا بنتكلم على ايه على الاجازة التي تخص الخاضعين لقانون العمل كل عامل او كل عاملة خاضع لقانون العمل دي الاجازات اللي تخصها طيب تعالا نشوف مع بعض كده قبل القانون العمل كان ايه اللي بيحصل نشوف عندنا بنقول ايه كان العامل في سبيل الحصول على اجره ملزم باداء العمل طوال ايام الاسبوع خلي بالك بيقول لك ايه كان العامل في سبيل الحصول على اجره يعني عشان ياخد اجره كان العامل هنا ماله ملزم ان يشتغل طوال ايام الاسبوع يعني ايه سبعة ايام يشتغلهم سبعة ايام دون توقف او راحة وكان اي انقطاع عن العمل من جانب العامل يستدبع خصم جزء من الاجل يعني ايه الجملة يعني في الاول قبل القانون كان العامل بيشتغل السبعة ايام هما سبعة ايام بدون توقف ولا راحة كان بيشتغل السبعة ايام سبعة ايام كاملين بياخدش اي راحة ولا اي يوم اجازة ولو غاب اجازة ايا كان السبب بيتم خصم جزء من الاجل بتاعه طب هو هنا عايز يوضح لنا ايه عايز يوضح لنا ما قبل القانون وما بعد القانون قبل القانون كان العامل بيشتغل سخرة تحت صاحب العمل تحت ادارة صاحب العمل لكن لما تم تشريع قانون العمل المصري خل العامل يحصل على اجازاته كاملة وبحكم القانون يعني صاحب العمل ما يقدرش رفض الاجازة ليه لان القانون هو اللي قال الاجازات دي يبقى هو هنا بيعرفك ايه قبل القانون وايه بعد القانون قلنا كمان او كمان بيقول الانقطاع ده مهما كانت مدته ومهما كانت اسبابه هيخصم برضو من الاجر لكن مع وجود التشريعات العمالية او وجود قانون العمل نظم موضوع الاجازات ده بالكامل وقال ان العامل ليه الحق فيه مجموعة من الاجازات نبص مع بعض كده على اول اجازة عندنا العامل من حق ياخدها الراحة الاسبوعية الراحة الاسبوعية احنا هنعمل ايه هنقرأ الجمل بتاعت الكتاب ونشرحها بكل بساطة يستحق العامل يوما في الاسبوع كل ست ايام عمل ويكون باحدة الصور الغلق الاسبوعي او تنظيم موعيد العمل بالمنشأة بحيث يحصل على كل كل عامل على راحة اسبوعية لا تقل عن باع وعشرين ساعة متصلة كل ستة ايام عمل متصلة على الاقصر طيب افهمك بقى الكلام ده بكل بساطة القانون قال ايه العامل ليه الحق في راحة اسبوعية هو من اسمها كده راحة اسبوعية تتخذ كل قد ايه تمام كل اسبوع عبارة عن ايه القانون قال هي عبارة عن اربعة وعشرين ساعة بعد ست ايام عمل متصلة تاني للعامل الحق في راحة اسبوعية مدتها اربعة وعشرين ساعة بعد ست ايام عمل متصلة الاول بس اوضح لك يعني ايه ست ايام عمل متصلة هل المقصود بيها ان العامل ما يغيبش لا مش مقصود بيها كده مقصود بيها ان الايام هي اللي تكون متصلة بمعنى ايه بمعنى مثلا النهاردة الاتنين لما اجد دي الاجازة يبقى بص خليك معايا تلات اربع خميس جمعة ست حد اتنين كده ست ايام متصلة بعدهم بييجي اليوم الاجازة طيب امال ايه اربعة وعشرين ساعة مستر تمت قول يوم هقولك لا اصل المنشآت الصناعية معظم اللي شغالين فيها او حسب لائحة العمال نظام ورديات يعني هو يقصد هنا اربعة وعشرين ساعة من تسليم الوردية بتاعتم يعني انا مثلا ورديتي بتخلص الساعة اتنين بالليل اجازتي رحت الاسبوعية تتحسب ازاي تتحسب لمدة اربعة وعشرين ساعة من الوقت اللي انا سبت فيه العمل طيب لو هي مش منشآة صناعية لو هي شركة مثلا شركة خاصة بيسموا اليوم ده الغلق الاسبوعي يعني يوم في الاسبوع مش شرط على فكرة مش شرط يكون الجمعة مش شرط يكون السبت لا هو بس شرط ان يكون بعد ست ايام عمل متصلة والاجازة دي مدفوعة الاجر يعني ايه مدفوعة الاجر يعني العامل بياخدها وياخد عليها كمان الاجر بتاعه طبعا هنفهم بعد كده ينفع اشتغل فيها ولا لا يبقى اول اجازة عندنا تاني من غير حفظة هو الراحة الاسبوعية للعامل الحق في راحة اسبوعية مدتها دي ايه رضو عليكم اربعة وعشرين ساعة امتى بعد ست ايام عمل متصلة بعد ست ايام عمل متصلة هل الاجازة دي مدفوعة الاجر يبقى دي اول اجازة عندنا اسمها ايه تاني الراحة الاسبوعية تتخذ ازاي للعامل الحق في راحة اسبوعية لا تقل عن كام اربعة وعشرين ساعة بعد ايه بعد ست ايام عمل متصلة مدفوعة الاجر اه طبعا الاجازة دي مدفوعة الاجر ودي اول اجازة القانون شرعها طيب هل دي الاجازة بس ولا في اجازات تانية لا دي احنا عندنا اجازات كتب جدا تعال نشوف الاجازة التانية الاجازة السنوية ودي بقى اهم اجازة عندنا في الاجازات كلها هنقرأ برضو الكلام اللي موجود الاجازة السنوية واحد وعشرين يوم باجر كامل لمن قمضى في الخدمة سنة كاملة تزداد الى تلاتين يوم لمن قمضى في الخدمة اكتر من عشر سنوات لدى صاحب عمل او اكثر تلاتين يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الاجازة ايام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية والراحل الاسبوعية بسطر الكلام ده صعب قوي يعني يعني ايه الاجازة دي هقول لك انا الاجازة دي عبارة عن ايه الاجازة السنوية دي بتتحسب على حسب مدة خبرتك في الشغل يعني ايه مدة خبرتك في الشغل يعني انا بقالي قد ايه في الشغل وخلي بالك مش شرط الخبرة تحسب عند صاحب عمل واحد برضو يعني ايه كلنا عارفين ان طبيعة العمل الخاص ممكن ان انا اتنقل في بعض المنشآت يعني ايه يعني انا ممكن اكون شغل في ايه الشركة او المنشآة الفلانية اعدت فيها سنتين تلاتة وسبتها وانا ماشي باخد شهادة خبرة بالمدة اللي انا اعدتها رحت في مكان تاني اشتغلت فيه سنتين تلاتة باخد شهادة خبرة الخبرة دي والخبرة دي اسمها مدة الخبرة بتاعتي يعني هنا الخبرة مش بتتحسب عند واحد بس حتى لو انت اشتغلت عند اقصر من صاحب عمل تحسب الخبرة على كزا الشغل اللي انت اشتغلته طيب الاجازة دي بقى بتتحسب ازاي قلنا بتتحسب على حسب مدة خبرتك القانون قال لو انت اكملت سنة كاملة يعني لو انت في الشغل ده اعدت سنة كاملة من حقك اجازة سنوية واحد وعشرين يوم تاني لو انا اكملت سنة كاملة طيب لو انا عديت لعشر سنين خبرة يعني كملت سنة لحد ما وصلت لعشر سنين فاقصر الاجازة بتزيد لكام لتلاتين يوم يبقى تاني يعني ببساطة كده لو انا قاعد اقل من عشر سنين باخد واحد وعشرين يوم عديت العشر سنوات خبرة باخد تلاتين يوم يبقى اقل من عشر سنين واحد وعشرين يوم اكتر من العشر سنوات تلاتين يوم والقانون قال كمان ايه كل من تعدى سن الخمسين لو الحق في اجازة مدتها تلاتين يوم تاني كده قلنا تلات حاجاتهم هنقولهم تاني لو انا بالشغل اتمامت سنة كاملة يعني انا بالشغل اعدت سنة كاملة من حق بقى ان انا اطلب اجازة مدتها دي واحد وعشرين يوم تزداد الى كام تلاتين يوم لو انا عملت ايه لو انا اعدت بالشغل اكتر من عشر سنوات خبرة اده النقطتين هم النقطة التالتة والمهمة كل من تعدى سن الخمسين تزداد الاجازة ليه تلاتين يوم حد هيقول لي ما طبيعي يا مستر اللي بيقعد في مكان في شغل وعدى سن الخمسين من حقه زي ما انت قلت هتبقى الاجازة هنا مدتها تلاتين يوم احنا بنتكلم على عمل خاص يعني ايه عمل خاص ممكن التحق باحدة الاعمال الخاصة في سن الخمسين مثلا او واحد وخمسين سنة يبقى انا لو التحط حتى خلي بالك بقى هنا في نقطة مهمة حتى لو انا ويحت عمل خاص بس سني عدى الخمسين واعدت عند صاحب العمل ده سنة او اتنين او تلاتة هنا من حق ان انا اخد اجازة تلاتين يوم طالما سني عدى الكامب الخمسين سنة يبقى نقول تاني لو انا اتملت سنة كاملة سنة كاملة من حق اجازة اديه واحد وعشرين يوم اما لو انا عديت العشر سنوات باخد اجازة مدتها قد ايه تلاتين يوم وقلنا كل ما انت عدى سنه الخمسين اي واحد سنه يعد الخمسين الاجازة تحسب هنا تلاتين يوم طيب واحد هيقول لي هو انا يا مستر لو انا اشتغلت في كذا مصنعة وكملت العشر سنوات خبرة بس عند صاحب العمل الاخير لسه ما كملتش عنده ولا سنة بس انا اشتغلت في مصنع قبل كده هل هنا تحسب ليه الاجازة تلاتين يوم ولا تحسب كاني لسه جاي جديد افاهمك القانون قال ايه القانون قال ايه اذا تنقل اذا تنقل العامل لدى اقصر من صاحب عمل يعني لو العامل ده فضل يتنقل عند كذا صاحب عمل الا يحصل حتى اتمم العشر سنوات خبرة كمل بقى العشر سنين خبرة بصرف النظر هو كان شغال عند مين من حقه هنا الاجازة تلاتين يوم حتى لو كان اخر واحد اشتغل عنده هنا اشتغل عنده بس سنة واحدة هنا من حقه ياخد التلاتين يوم يبقى تاني نوضح الاجازة السنوية اقل من عشر سنوات تلاتين يوم اكتر من عشر سنوات تلاتين يوم كل ما انتعدى سن الخمسين بياخد اجازة مدتها تلاتين يوم تعالى نشوف على باقي باقي الاجازات بتاعتنا بتقول ايه نقول تاني بنقول هنا اذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في جميع الاحوال تزداد مدة الاجازة السنوية عن سبع ايام للعامل الذين يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة يقصد ايه بالجملتين دول خلي بالك احنا لسه في الاجازة السنوية اقول لك يقصد ايه الوقت انا برضو سؤال منطقي انا لسه متعين في مكان ما كملت الشهر او اتنين او تلاتة ما ده يا مصطر اقل من سنة هل انا من حق كده اخد اجازة واحد وعشرين يوم لا طبعا انت اولا عشان تبتدي تفكر تطلب بس كلمة اجازة لازم تكون اعدت على الاقل ستة اشهر في الشغل يعني اعدت ست شهر في الشغل عشان تاخد اجازة طب اعدت ست شهر هاخد الواحد وعشرين لا لان شرط الواحد وعشرين ان انا كون اكملت ايه سنة كاملة طب اما الاجازتي اجازتك تحسب بنسبة حسب المدة اللي انت اعدتها طالما لم تكمل سنة في العمل يبقى تاني ببساطة كده لو انا اكملت سنة هاخد واحد وعشرين يوم لو انا عديت العشر سنين هاخد تلاتين يوم كل ما انت عدى سن الخمسين من حق اجازة مدتها تلاتين يوم طيب برضو في نقطة مهمة جدا افردان ارى مصطر شغال في مكان بعيد عن محل السكن بتاعي تمام والصفة بياخد له يوم او يومين رايح جاي كده ما هو فيه جزء من الاجازة هيبيع في الصفة برضو القانون منساش الحتة دي طب قال ايه القانون هقولك قال ايه قال تزداد الاجازة سبع ايام تزداد قد ايه سبع ايام لمن يعمل في المناطق النائية والخطرة يعني ايه اللي شغال في منطقة بعيدة هنزود له سبع سبع ايام على المدل اللي احنا قلناها واللي طبيعة عمله طبيعة خطرة برضو هنزود له سبع ايام على اللي احنا قلناها يبقى كده الاجازة السنوية هنقولها تاني كده ببساطة اقل من عشر سنوات هياخد كام رفع عليكم واحد وعشرين يوم اقصر من عشر سنوات مدتها تلاتين يوم كل من تعدى سن الخمسين هياخد اجازة مدتها تلاتين يوم وفي جميع الاحوال تزداد الاجازة سبع ايام لمن يعمل في المناطق النائية والمناطق الخطرة هل عشان اخدنا الاجازة سواء كانت واحد وعشرين يوم او آآ تلاتين يوم هل يشترط اننا يكون عند صاحب عمل او بمعنى قانوني بقى هل تشترط ان تكون السنوات متصلة يعني ايه متصلة يعني انا شغال عند صاحب العمل ده بس القانون قال لا تحسب السنوات حسب سنوات الخبرة ايه خبرتك بقى اشتغلت هنا تلاتة اشتغلت هنا تلاتة بنجمع هملت طبعا باثبات رسمي ازاي وانا بشتغل في مكان تاني بجيب حتى عندنا في المستندات المطلوبة ايه شهادات الخبرة ان وجدت يعني ايه شهادت الخبرة دي بجيبها ان انا كنت شغال في المكان الفلاني بقى لي خمس سنين بقى لي ست سنين طبعا مش عشان الاجازة بس ده عشان الخبرة دي بتعلي من مكانتك في الشغل سواء في الاقدمية او في الاجر اللي انت بتاخده يبقى احنا كده تكلمنا على كام اجازة على اجازتين ايه هما الراحة الاسبوعية والاجازة السنوية تاني راحة اسبوعية واجازة سنوية رجعلك بسرعة كده الورقة او الالم واكتب معايا الراحة الاسبوعية لا تقلف مجموعة عن كام رابو عليكم 24 ساعة امتى بعد 6 ايام عمل متصلة ده بالنسبة للراحة الاسبوعية اما الاجازة السنوية من حق العامل الحصول على الاجازة السنوية تحسب كالاتي لمن اتمم سنة كاملة من حق 21 يوم مدفوعين الاجازة تزداد الاجازة تبقى 30 يوم يعني من 21 تبقى 30 لمين لمن اكمل في العمل اقصر من 10 سنوات والاجازة تحسب لكل من تعدى سن الخمسين 30 يوم وان في جميع الاحوال تزداد الاجازة لمدة سبع ايام لمن يعمل في منطقة نائية نائية يعني ايه يعني بعيدة او منطقة خطرة بنزود له الاجازة سبع ايام يبقى دي الاجازة السنوية طبعا الاجازة السنوية دي اجازة مهمة جدا ليه انت تتخيل معايا كده صاحب العمل بيدي اجازة لو ممكن المصنع ده يكون فيه الفة او الفين او تلاتة الاف عامل فمن حقهم يحصلوا الاجازة دي يعني لو خدوا كل واحد شاء طبعا هنا صاحب العمل بيدفع مبالغ جامدة بس القانون هو اللي هو اللي حدد الاجازة دي طب هل هي مستوى الاجازة دي لها شروط معينة او لها احكام اه طبعا الاجازة دي لها احكام تعالوا مع بعض كده نشوف القانون حددها ازاي احكام تنظيم الاجازة السنوية عشان الاجازة دي مهمة جدا القانون حط لها احكام وكلمة احكام هنا معناها اه قواعد او شروط تعالوا نشوف كده لا يجوز للعامل النزول عن اجازته تاني لا يجوز للعامل النزول عن اجازته يعني يا مستر النزول اصلا عن اجازته ما يقدرش العامل هنا يتنازل عنها تاني ما يقدرش العامل يتنازل عنها حتى لو ما خدش الاجازة. الله هو ينفع يا مصطر ما ياخدش الاجازة. اه ينفع ما ياخدش الاجازة. بس لو ما خداش اجازة. ياخدها ايه? ياخدها نقضا. يعني ايه يا مصطر ياخدها نقضا. يعني لو انا ليا رصيد اجازات ما اخدتوش. ما اه سواء كان رصيد الاجازات ده كبير او صغير. حتى لو يوم. هل ينفع اننا اليوم ده اخده نقضا? يعني انا ما اخدتش الاجازة بتاعت دي. ينفع اخده فلوس طبعا القانون قال من الممكن تسوية الاجازة نقضا. يبقى اول حاجة. دي اجازة لا يمكن النزول عنها. النقطة التانية. يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية. حسب مقتضيات العمل وظروفه. ولا يجوز قطعها الا لا اسباب قوية. تقتضيها مصلحة العمل. يعني ايه? يعني اللي بيحدد الاجازة مين? يعني انا الوقتي عايز اقدم ببساطة كده. عايز اقدم على اجازة سنوية. تمام? رحت اقدمت طلب. طبعا كل الاجازات اللي بنقولها دي ما تنفعش اللي بطلب كتابي. قدمت طلب لصاحب العمل. وقلتولي لو سمحت انا عايز شهر الاجازة بتاعي. اه عشان انا عايز اخد اجازة السنوية. طب وهو لازم اخد الشهر? طبعا لا. بس على الايال اللي اخد منهم اه خمستاشر يوم او حاجة. طيب ممكن صاحب العمل يرفض موعد الاجازة. خلي بالك انا بقول ايه? يرفض معاد الاجازة مش الاجازة. اه ممكن. وهنا ما جيش لصاحب العمل. فعز ما يكون فيه شغل. واقول له عايز اجازة السنوية. لا. القانون قال ايه? حسب مقتضيات العمل. لو انا كصاحب عمل شايف ان انت هتاخد اجازتك في الوقت ده. هيضروني كصاحب عمل. بقول لك لا. هناجل الاجازة لوقت تاني. ده من حقي. من حقي كصاحب ايه? عمل. ومن حقك ان انت تطلوب الاجازة في ايه وقت. لان احنا قلنا الاجازة دي لا يمكن النزول عنها. ايه بقى انا صاحب العمل هو اللي بيحدد الاجازة دي. بس هل يا مستر في كل الانواع صاحب العمل او في المطلق كده بيحدد الاجازة القانون قال لا. تعال نشوف كده القانون قال ايه? قال في استثنائين صاحب العمل ما بيحددش الاجازة دي. ايه هما الاستثنائين دول? قلنا يلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل خلي بالك ده القانون اللي بيقول كده يلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل يعني صاحب العمل بيحدد تاريخ الاجازة ومدتها طبعا ده ايه حسب مختضيات العمل واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها النقطة دي مهمة جدا اذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها يعني ايه لو انا صاحب منشأة وجيت قلت طبعا صاحب المنشأة بيبقى حابب يدي الاجازة السنوية امتى في الوقت اللي ما فيه الشغل فايجي قال ايه يا جماعة انا الشهر ده اجازته السنوية ففي عامل قال لا انا مش مش اخدها دلوقتي مفيش مشكلة اكتب اقرار بكده العامل لو كتب اقرار كتابة انه هو مش هيقوم باجازته السنوية او رفض يكتب الكلام ده كده يسقط حقه في المقابل النقد لهذا الاجازة يعني ايه تعال اسشغل برحتك بس اشتغلت فلوس ليه لان انت اللي رفضت الاجازة مين اللي بيحدد الاجازة صاحب العمل بيحددها ليه حسب مقتدريات العمل انا مش عايز الاجازة حسب ما صاحب العمل حدد بكتب الكلام ده اه كتابة وطبعا هنا في الحالة دي بيسقط الحق ليه في الاجازة سواء في الاجازة او في المقابل النقدي بتاعها يبقى الاحكام بتاعتها كده ببساطة اول حاجة لا يمكن ان نزول عنها ما قدرش تنزل عنها حاجة تانية يحددها مين صاحب العمل صاحب العمل هو اللي بيحددها معادها وتاريخها حسب ايه حسب مقتدريات العمل خلي بالك هنا صاحب العمل مفيش عند بينه وبين العمال لأ ده هو الفكرة في ايه ان انا طبيعي جدا لو انا عندي لو انا شغال في منشرة صناعية وده وقت شغل ووقت طلبيات مجيش تقول لي عايز اجازتك السنوية لا انا بحددها حسب اه مصلحة العمل انت بقى مش عايزها بتكتب الكلام ده كتابة وبيسقط لك الحق في مقابل حتى هذه الاجازة طبعا في جميع الاحوال بنقول ان العامل لازم يحصل على الاقل على خمستاشر يوم من الاجازة السنوية دي طيب يبقى احنا كده عرفنا الاجازة السنوية واحكامها نشوف كده بقية احكام الاجازة السنوية يلتزم صاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل لها كل سلاس سنوات لأ نفهم دي بقى دي انا رشرحها لك كده بالورقة والقلم عشان تفهمها كويس احنا دلوقتي بنقول ايه بنقول ان الاجازة دي تحسب رصيد كل تلات سنوات يعني انا مثلا شغال في مكان قعد السنة الاولى السنة التانية السنة التالتة وليه رصيد متجمد من الاجازات السنوية ما خدتهاش يبقى كل تلات سنين قبل التلات سنين ما يخلصهم حاجة من الاتنين ياخد الاجازة طب لو ما خدتهاش اجازة اسوي جميع اجازاتي نقدا مقابل اجر يعني ايه يعني ليه شهر اتنين ما خدتهمش اجازة ستين يوم تلاتين يوم افعين يوم اسوي الاجازة دي فلوس اخدها فلوس ينفع طبعا قانوني هنا وهنا القانون الزم صاحب العمل كده لو العامل ليه مستحقات رصيد اجازات ما خدهاش القانون هنا الزم صاحب العمل انه يسوها له نقدا يسوها له ايه نقدا طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده النقطة دي مهمة جدا لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره عن مدة الاجازة او يسترد ما اداء من اجره عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل اخر وذلك دون اخلال بالجزاء التأديبي لان نفهم بقى الجملة دي لانها جملة مهمة جدا الجملة ببساطة بتقول ايه اذا اكتشف صاحب العمل ان العامل يعمل اثناء الاجازة السنوية من حق صاحب العمل حرمانه من الاجازة او الحصول على اي اجره قد اقتضاه العامل اذا علم صاحب العمل بانه يعمل لدى صاحب عامل اخر ببساطة عشان الطلبة تفهم انا شغال في المصنع الف خدت اجازة السنوية لمدة تلاتين يوم شهر خلاص الاجازة دي مالها مدفوعة الاجره يعني انا اخر الشهر هروح اقبض من الشغل بتاعي وانا قاعد في البيت وامت انا بقى ايه فكرت قلت ايه طب ما كده انا هاخد شهر من هنا ما روح اشتغل في الحتة الفلانية دي يعني هشتغل اثناء الاجازة السنوية طيب صاحب العمل الاولاني اللي انا شغال عنده عرف بالكلام ده القانون اداله الحق بايه يحرمني من الاجازة ده مش كده وبس لو كنت خدت اجر عن الاجازة دي يسترد ما دفعوا ليه طب ليه لو واحدة حد هيقول لي ايه طب مستر حقه هي مش دي اجازة لا مش حقه ليه ما انا جايز لو انا اخد اجازة السنوية واشتغلت في منشأة تانية وارد جدا ان انا اصاب هنا هتبقى في مشكلة هل هنا انت بتضيع حقك كعامل ليه لان انت لما تصاب اثناء الاجازة السنوية فعمل تاني اصابت العمل هنا هتروح عليك دي نقطة النقطة التانية مش جايز لما انت تروح تشتغل في منشأة تانية تنقل اسرار العمل مش جايز ان انت تحاول تستميل العملاء بتوع المنشأة كل دي حاجات ممكن تحصل عشان كده القانون قال ايه صواحة الاجازة السنوية لا يجوز العمل خلالها يعني ايه لا يجوز العمل خلالها يعني ما تقدرش تشتغل فيها عند حد تاني كلمة دي معناها ايه ان انا ما اقدرش اشتغل عند حد تاني يبقى دي احكام الاجازة السنوية بتجينا بقى في الامتحان النقطة دي ازاي يقولك يقولك ايه اكتشف صاحب عمل ان العامل يعمل اسناء الاجازة السنوية فتم حرمانه من الاجر هل هنا قانوني ولا غير قانوني لان من احكام الاجازة السنوية اذا اكتشف صاحب العمل ان العامل يعمل اسناء الاجازة السنوية اعطاه القانون الحق في حرمان العامل من الاجر او استرداد ما تم دفعه من اجر مقدم عن هذه الاجازة يبقى دي احكام الاجازة السنوية يبقى احنا كده عندنا كم اجازة خدناهم اتنين الراحة الاسبوعية والاجازة السنوية تعال نشوف الاجازة اللي بعد كده في النسبة للاجازة السنوية في نقطة مهمة كمان وضع المشرع هنا اما نقول كلمة المشرع معناها اللي بيحط القانون اللي بيشرع القانون قال ايه? الف استثنائين للاجازة السنوية. احنا قلنا الاجازة السنوية من اللي بيحددها? ربو عليكم صاحب العمل. لكن هنا القانون بيقول ايه? وضع المشاريع استثنائين على سلطة صاحب العمل في تنظيم الاجازة السنوية. ايه بقى الاستثنائين دول? الاستثناء الاول متعلق بإعطاء العامل الحق في تحديد موعد اجازاته. اذا كان متقدم لاداء الامتحان. اه نخلي بنا من الاستثناء ده. دلوقتي انا مثلا طالب وفي نفس الوقت بشتغل في احدى المنشئات الصناعية. فاحنا قلنا من حق اللي بيحدد الاجازة السنوية مين? صاحب العمل. فانا قدمت له طلب. وقولت له لو سمحت انا عندي امتحان. طيب هل من حقه هو اللي يحدد لي? لأ. ده ده استثناء من حق العامل يحدد اجازته وفقا لموعيد الامتحان. يبقى ده استثناء. انما القاعدة ان اللي بيحدد موعيد العمل وتنظمة هو صاحب العمل. الا في حالتين. الحالة الاولى. اللي كان متقدم او الاستثناء الاول. اذا كان المتقدم طالب بيدرس. وفي نفس الوقت بيشتغل. حد يقول لي مش انت قلت له يا مستر ان دي مش اجازة طلبة. تمام انا بتكلم على ايه? طالب بس بنفس الوقت بيدرس. يعني شغال في مكان وبيدرس في احدى الجامعات او احدى المدارس. من حق ان هو ياخد يحدد لنفسه الاجازة السنوية لاداء الامتحان. يبقى ده الاستثناء الاول. تعال نشوف مع بعض الاستثناء التاني. لا يسوي حكم تجزئة الاجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة الى الاحداث. يقصد هنا مين بكلمة الحدث او الاحداث? يقصد بيها الطفل. الطفل ايه مستوى في طفل في قانون العمل? طبعا ده احنا عندنا حاجة اسمها قواعد تشغيل الاطفال. مين هو الطفل? القانون حدد الطفل او الحدث من سن اربعتاشر سنة لسن تمنتاشر سنة. الطفل هنا اللي يقصده او الحدث من سن اربعتاشر لسن تمنتاشر. ده قال حتى في قانون الطفل قال ايه? لا يجوز تشغيل الاطفال او الحد الادنى لتشغيل الاطفال من سن اربعتاشر لسن تمنتاشر سنة. ده الحد الادنى اربعتاشر والاقصى طبعا تمنتاشر. ففي الحدث هنا صاحب العمل ولا بيضم الاجازات ولا بيأجلها ولا بيقسمها يبقى عندنا كده استثنائين يبقى احنا كده شرحنا مع بعض نوعين من الاجازات الراحة الاسبوعية والاجازة السنوية ملخص بسيط جدا كده عن النوعين الراحة الاسبوعية لكل عامل الحق في راحة اسبوعية مدتها لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 ايام عمل متصلة اما الاجازة السنوية وضحنا ان الاجازة السنوية عبارة عن لمن اكمل في العمل سنة كاملة من حق 21 يوم تزداد الاجازة الى 30 يوم لمن اكمل في العمل اكثر من عشر سنوات وقلنا كمان كل عامل تعدى سن الخمسين له الحق في اجازة مدتها 30 يوم وفي جميع الاحوال تزداد الاجازة الى او تزداد الاجازة سبع ايام لكل من يعمل في منطقة نائية او منطقة خاطرة اتكلمنا على احكام الاجازة السنوية قلنا ان الاجازة السنوية دي لا يمكن ان نزول عنها يحددها صاحب العمل وفقا لمقتضاية العمل قلنا كمان يجوز تسويت الاجازة دي نقدا يعني ايه لو انا ما خدتش الاجازة دي كرصيد اجازات بخدها كفلوس بخدها نقدا عن متجمدات رصيد اجازاتي قلنا اهم نقطة فيها اذا اكتشف صاحب العمل ان العامل يعمل اثناء الاجازة السنوية من حقه حرمانه من الاجر او من الاجازة الاجر هنا لو كان حتى خدت فلوس بيستردها من اه العامل طبعا الاجازتين دول مهمين جدا احنا قلنا بنقول الاجازة السنوية اهم النقطة الفنية في الاجازة السنوية ايه او ايه اللي ممكن يجينا في الامتحان لو قالك صح او غلط الاجازة السنوية يجوز العمل خلالها قل له لا خطأ الاجازة السنوية لا يجوز العمل خلالها لو قالك تنقل عامل لدى اقصر من صاحب عمل حتى اكمل عشر سنوات خبرة ثم طالب من صاحب العمل الاخير اجازة مدتها تلاتين يوم برغم انه لم يعمل لديه سوى سنة كاملة قل له قانوني ليه قانوني ده اشتغلش عنده ولا سنة لا ما هو اكمل ايه اكمل عشر سنوات خبرة والقانون نص قال اذا اكمل العامل عشر سنوات خبرة بصرف النظر عن مكان الشغل يستحق هنا يستحق هنا الاجازة مدتها تلاتين يوم طبعا دي كانت الاجازة السنوية والروحة الاسبوعية طب روما مستر ما بيش اللي اجازتين لا طبعا احنا عندنا اجازات كتير جدا بيستحقها العامل هنشوف مع بعض كده الاجازة اللي بعد كده الاجازة العرضة او الطريقة تاني الاجازة العرضة او الطريقة طبعا كلمة الطريقة هنا من معناها ان هي تعطى لزروف طرقة طبعا طبعا هنا احنا الاجازة العرضة والعامل هياخدها قد ايه وايه الفرق من الاجازة العرضة في قانون العمل او قانون الخدمة المدنية ده باذن الله اللي احنا نعرفه مع بعض في الحلقة القادمة ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته